ولذلك انا لما الناس بتغسل كلا يقول لك انت زايد كم كيلو انت زايد تلاتة كيلو نشيري تلاتة كيلو اقول له لا سيب له كيلو اتنين كيلو للعرق للنفس سيب له اتنين تلاتة كيلو يمكن الكلية تشتغل انما كل ما يروح لك زايد تشيلو يبقى عنده ولد عنده مسلا تلتاشر سنة اد كده بعد عشر سنين تلاقي اد كده حرام عليه سب له كيلو اتنين كيلو سب له ماء عشان يتنفس عشان يطلع هواء سيب له ماء عشان يعرق سب له ماء عشان العسرات الهازمة يبقى عندنا مهمة قوي لو عندنا مشكلة فيه العلاقة الجنسية حد عنده عدوة بيجيب له التاني فيى بضها يجيل ناس ما بتنضفش نفسها بتغسل ما بتغسلش جيهة كويس بتاعي دي نفسها. في مثلا او عندنا حصوات. ايه اللي بعمل حصوات? الشوكولاتة والكولة والشيبسي والمواد الحافظة. ها? والمانجا والفول وطعمية. الفول وطعمية بعمل حصوات بالهبل. يعني ده لك ان انا جالي واحد عنده شوكة في كعبه. ها? لفة عند دكاتنا بقاله شهرين تلاتة. وقال له وهو. قلت له يا عم انت بتاكل ايه? عشان خاطر ربنا بقالش فول اسبوع واسبوعين. هو بطل الفول. الشوكة العظمية راحت والالتهابات والحلالة اللي في البر راع. يا جماعة. شوف احنا بناكل ايه? يقولك الدكاتنا مش عارفة الكلام ده. هو الدكتور بيدي لك بقى له بيقوله زي لورك. ها? وبيدي لك يروسلفين وبيدي لك حاجات وهو. وهو ده يمنع اللي تكون الملح. ما بيمنعش. يبقى انا عندي آآ آآ عندي حصوات. عندي املاع. وساعات الحمل بيعمل كده بس بعمل الحمل مشكلة خلصت. ساعات فترة او فترة انقطاع الطمس بيحصل فيها التهابات في منطقة مجرى البول. وساعات مرضى السكر طبعا مرضى السكر. بيبقى السكر بيبوضين العضلة العاصرة. يعني. لان السكر مش بس بيبوض العضلة العاصرة. لا ممكن السكر لو مش منتظم يبوض العيد. مش كده? لو مش منتظم السكر ومش محافظ على نظام يبوض منخيين. واقع السنان. السكر مش منتظم ممكن يبوض للهضل. السكر مش منتظم ممكن يبوض للمفاصل. السكر مش منتظم يقفل لي اوعية الرجلين اوعية غرغرين. عشان كده مريض السكر لازم اتزبط السكر اقول لك كلا باظر. ده احنا عندنا يعني عندنا مرض اسمه كلية مريض السكر. فلازم اخلي بالي انا بنقط ليه وعندي قلم في الجنب عندي حرقان في البول على طول ما سكتش ولد او بنت. ولد بيشتكي او بنت بيشتكي اقول لك انا عندي شوكة في البول انا عندي حرقان على طول اجري احلي لو شوف ايه. طيب عندي الاسطرة زي ما قلنا لما بتدخل في مجرى البول بتعملين عندي لو عندي عند حاج عيب في الولادة. لو عندي كيميكالز انا بستخدم كيمويات معينة او منظفات ما كل دي اسباب بتعمل سلس بول. وبتعمل التهابات في آآ مجرى البول. طيب بالنسبة للرجالة وبالنسبة للستات المسانة البولية وبعدين نازل اليوريسرا. اليوريسرا في الستات الصغيرة اليوريسرا في الكبير رجالة طويلة شوية. طيب. هنا بيقولك المنظر ده البنت ممكن تسوق عجلة بس هي كشفة جسمها. فيبقى الهوى اللي داخلها عملها زي اليومين دول بيقطعوا البناصيل. بنقطع البناصيل ومشى البنطرون ما قطعوا روحنا في شكل. اقسم بجلال الله ان الهوى بيخش من الفتحات دي ويخش يعمل لنا مصيبة في المجال البولية. يا جماعة اللي بيمشي حافي بيبوز مجرى البول. اللي بيمشي حافي على بلاط حافي. ها? بيبوز مجرى البول. فما بالك باللي بيقطع هدوم والهوى يخش له من كل ناحية. طب انت بتقطع هدومك ليه? بتقطع بناطيلة بتقطع هدومك ليه? انا عايز يعرف تبتع من كده ليه? فطبعا الكلام ده موجود طبيا. لأفلام دي احنا مش مقلفينها والله. فطبعا كل ده يبوز لنا لايه? المجرى بتاع البول. طب لو بازل بول يعمل يبوز كل تاني بفيها فشل كلاوي. او يبوز للرحم. يبوز المبيضين. وفيها عقد. نقطع الهدوم بقى ونبوز الدنيا ونمشي عراية. طيب لو عندي بكتيريا ممكن اديها مضاد حيو. اديها مضاد حيو ازاي? طبعا مفروض ان انا باخد عينة من البول واعمل لها ايه? مزرعة. مزرعة وحسية واجرب عليها وكزا. لكن هل يترى المضاد الحيو هو النهاية? طب وايه اللي هدوم الاملاح? طب وايه اللي هيعدل الخلايا? طب وايه اللي هيعدل السلوب? يعني انا اعتمادي على اني بدي مضاد حيو بس ده 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 احد اجزاء العلاج. لكن انا هدي مضاد حيو. وانا بنام تحت مراحة وتكيف وتعرض البرد. هدي مضاد حيو انا مقطع الهدوم. ها? هدي مضاد حيو انا نشف طول النهار. هدي مضاد حيو انا مزبطش السكر. ها? هدي مضاد حيو انا طول الليل مسك المحمول وقاعد. طب قوسط الدنيا. طيب يبقى مهم جدا احنا عارفين ان انا بشرب كمية وفلة من السوائل بس قبل ما انام لازم اخش الحمام. ولو كان العايل بيعمل بول على روح يبقى لازم كل ساعتنا صحيح عشان يعمل بول. خلاص? اعمل حاجة اسمها يعني ايه? يجي عندي العيادة حد اعمله صنار. الاقي المسانة مليانة على الاخر. اقول له انت انت سايب نفسك ليه? يقول لي ده انا جاي هنا من الساعة تمانية واحنا اللوات بقى اينا ساعة اثنين. يعني بقى له ست ساعات ما تدورش. ست ساعات قلت له حرام عليك ست ساعات ليه? احنا عندنا اربع حمامات ما تخش اي حمام. لا اصلا ما عارفش اخش الحمام غير في بيتنا. ما ينفعش. انا انا لو جيت عليها الصلاة في اي جامع فيها ارض اصلي. وقبل ما اصلي بخش اتوضى لازم اخش الحمام. انها ما تسيب نفسك والمسانة تتملي. طب المسانة اتملت على الاخر. ايه ايه المصير? المسانة البولية اتملت بول على الاخر. يتنقط بول يا اما البول يرجع تاني على الكليتين اقولها تاني. دلوقتي انا المسانة البولية اتملت بول. حاجة من اتنين. يتخش تفضي. يتخش تفضي البول تتبول. يا اما حتلاقي البول ده بينقط منك غصبة عنك. ها? يعني زي مسلا بيبقى راكبين ميكروباس او اوتوبيس. في حد يقول له يا ابن اركن على جامب. يا ابن اركن على جامب عشان اركن على جامب. ماركنش على جامب. الراجل او الست بيفوت بيغرق العربية. يبقى ازا انت انا قلت لك اركن على جامب عشان افضي البول مش راضي يقع. يبقى البول اللي انت حبسته ده. هيعمل لك ايه? يا اما تغرق الدنيا. يا اما يرجع انت العضلة قوية فيرجع على الكليتين بوازن. سبك بريشاد. لقى الكليه بقى ورامي تتملت مية. في ناس بيجينا بقى كاس مية ما شاء الله. بيمسك نفسه جامع. عشان كده حتى عندنا نهي. يعني لا صلاة بحضرة يتعامل ونفسه كده الشيء ولا صلاة وانت هتدافع الاخباسي. انا دلوقتي مزنوق مية مزنوق براز مزنوق غازات. اعملي اصلي ولا توضى. لا اخدش الحمام. دي. يبقى لازم تخش تفضي المسانة وتفضي الغازات. وبعدين تتوضى وتصلي لا صلاة لحازق واحد مزنوق ولا وهو يدفع الاخباسي. ما ينفعش حد ما ينفعش حد يقعد في حصة هو مزنوق في بعض المدرسين. آآ لسه كانت شكوى صغيرة. الولد او البنت يعني في كيش وانا او كيشته. آآ عايزة خش الحمام عايزة خشهم. لأ انت بتدلع يروح عمل على روح. طب ليه كده? يعني ايه التعزيب ده? ايه التعزيب ده ليه كده? يعني انا عايز اقولك على حاجة احنا دلوقتي مسلا احنا في شهر اتناشر النهاردة الاتنين كام? سبعة وعشرين اتناشر عشرين واحد وعشرين. يعني في برد. فلما حد يقولك عايزة اخش الحمام. تخش. في بعض الناس غلصة تخش الحمام متبات. يلا يا فلان يلا يا فلان. وطبعا انا قلت يا جماعة محاجش وعط في الحمام اقترب خمس دقايق. اللي عنده مساك يتعالج. اللي عنده مساك يتعالج. ايه وعطوا في الحمام اقترب خمس دقايق عشر دقايق? انما انت قاعد في الحمام وتخلي اللي بره يعملو على روحه محرم عليك. يبقى عندي التهاب المسالك البولية قلنا الاسباب بتاعته كتير جدا. اللي هي قلنا ساعات مرض السكر الاملاع. شيبسي كولا شوكولاتة ببوز المسالك البولية. اه اه السهر اه الكحة. اه البرد المستمر انك تقطع هدومك انك تدفاش تمشي حافي. الحزء باستمرار بالامساك. ساعات ببوز المجال البولية. عدم التنزه من البول انك تمشي كده واتنقط. ده هيبوز الدنيا. الشباب اللي بيعمل عادة سرية هيبوز الدنيا طبعا العدل العصرة بوزت. والاسراف في الجنس. ساعات مع كبر السن البرسطاتة بتلتهم لوحدها بتكبر. وعدم النظافة الشخصية الناس اللي ما بسيه للشعر العانة والايبط كل شهر. طبعا فيه ميكروبات بتنمو فببوز العدل العصرة. اه اه المشي حافي ببوز العدل العصرة وبيعملين الاتهابات في البول. عدم تفريغ المسانة قبل النوم واستخدام الحفاضات بوز لنا الدنيا عند الاطفال. طبعا مفروض انا بستخدم حفاضة. بشيلا كل شوية بنظف كل شوية بص فيه التهابات المنطقة محمرة كزا كزا. ولازم اعمل ترينج او تدريب للولاد والبنات بعد سن سنة. ابتدي اعودني بعد انا حفاضة شوية حتى لو عمل ارض عمل كزا. لازم ادربه على انه يشغل او يشغل التحكم العلوي وإلا هيبدل طول عمرو يعمل بول وبراز على نفسه. ده كان علاج التهاب ايه المسالك البولية.